من جديد سنعود إلى هذه اللقطات لأن تفاعلا حاصلا معها إذا كان الزملاء قد عرضوا لهذه اللقطات التي كانت قبل قليل تظهر الاستهداف وبعدها بدقائق الصورة الحية على الهواء مباشرة التي لا تزال معنا حتى لأن هذه إذن كانت اللقطات التي عرضها الزملاء قبل دقائق لمحطة زابوريهيا النووية التي أشار فيها مسؤول أوكراني لأن هذه المحطة تعرضت للقصف من جانب القوات الروسية على إثر تجدد الاشتباكات التي كانت قد دارت منذ العشرة والنصف ليلا عند مدينة إنرهودار الأوكرانية التي كانت فيها الرواية الروسية تقول أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على هذه المدينة بعدها وقبل دقائق عندما عرض الزملاء لهذه اللقطات وبثثنا هذا العاجل قبل قليل بشأن اندلاع حريق جراء القصف الروسي على محطة زابوريهيا النووية وفق ما فاد به مسؤول أوكراني فإن وسائل إعلام تقول نقلا عن رئيس بلدية إنرهودار الأوكرانية إن استهداف هذه المحطة يمثل تهديدا للأمن العالمي اتساقا مع ما تتمتع به من حساسية ومن أهمية استراتيجية كبيرة فيما تتحدث وسائل إعلام أيضا نقلا عن رئيس هذه البلدية بلدية إنرهودار بالقول إن القصف الروسي أو إطلاق النار الروسي لا يزال متواصلا تجاه هذه المحطة سنحاول أيضا أن نتفاعل مع ما يبث من وسائل الإعلام الروسية أو الأوكرانية أو العالمية بشكل عام التي تتعاطى مع هذا المشهد الذي الزملاء منتجوا الأخبار في هذه التغطية ذهبوا سريعا إليه وبشكل عاجل أتوا بهذه اللقطات التي كانت قبل قليل تظهر هذه العملية أو بعدها بدقائق عندما توقفوا عند هذه الصورة الحية لإحدى كاميرات المراقبة التي نتابع هذه اللقطات على الهواء مباشرة لها حالة السكون تبدو عن يمين الشاشة في النفذة اليمنى بينما في الناحية الأخرى نتابع ما قد يبدو قصفا أو استهدافا سواء كان متعمدا أو عشوائيا لأن الرواية الأوكرانية تقول إن إطلاق النار لا يزال متواصلا ومستمرا أيضا لا يمكننا القطع بهذه الرواية لكننا على الأقل نتابع أبرز ما يستجد من أنباء في وسائل الألام المحلية الأوكرانية وغيرها تبعا كذلك لتصريحات المسؤولين وما يستجد من لقطات أو صور نتابعها مع حضراتكم إذن مسؤول أوكراني رئيس بلدية إنرهودار التي كانت مستهدفة من جانب القوات الروسية يقول إن ما يجري من استهداف لمحطة زابوريهيا النووية في مدينته يشكل تهديدا للأمن العالمي ويضيف بأن إطلاق النار من جانب القوات الروسية لا يزال حاصلا باستهداف هذه المحطة إذن نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريزة خارفة أن تكون القوات الروسية قد مست بالبنية التحتية في أوكرانيا متهمة لألام الغربية بعدم نقل الحقيقة الكاملة لما يجري في إقليم دومباس هناك عصابة وليست إدارة وليست رئاسة هذه العصابة التي تزود بالسلاح وبكافة أنواع السلاح من قبل الغرب هذه الأشخاص التي تجعل دروعا بشرية من المواطنين الأوكران والذين يحملون البنادق ويدخلون إلى البيوت لصدهم لصد ويحاولون الحرب من هناك انطلاقا من البيوت وينصبون راجمات الصواريخ بين البيوت بلا شك هناك أيضا معلومات مؤرشفة لدينا موثقة عن سلوكهم خلال ثمانية عوام وأيضا كل ذلك كان يناقش ويعرض في وسائل الإعلام ولكن بسبب الترويج الإعلامي الغربي والبروباقاندا الغربية لم ترى النور هذه الصور ولم يسمعها ولم يراها أحد وفي المقابل أكد الرئيس الأوكراني فلاديمار زينيسكي أن بلاده تخوض خربا نيابة عن العالم المتخضر وشدد الرئيس الأوكراني في كلمة له أن قوات بلاده لن تسلم السلاح وستبقى تدافع عن الأراضي الأوكرانية وأعرب عن شكره للدول التي ساعدت أوكرانيا لكنه أوضح أن هذه المساعدات تأخرت كثيرا وقد وافق البرلمان الأوكراني على قانون يقضي بأحقية السلطات الأوكرانية في مصادرة الأصول المملوكة لروسيا ولمواطنيها داخل الأراضي الأوكرانية يأتي هذا التطور على خلفية العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمار بوتين في فجر الرابع والعشرين من شهر فبراير أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الأسوأ في الأزمة الأوكرانية لم يأتي بعد وفي بيان أوضح فيه قصر الإليزي أن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمار بوتين استمرت لتسعين دقيقة وهي الثالثة بين الرئيسين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من جانبها أكد بوتين أن عملية الجيش الروسي في أوكرانيا تتطور وفق الخطة التي درستها موسكو أما الرئيس الألماني فرانك فولتر شتاين ماير فقال أنه من الضروري أن استعداد لحرب طويلة في أوكرانيا وفق تعبيره مضيفا أنه لا يرى أي بوادر تشير إلى أن الحرب قد تنتهي قريبا وخلال تفقده القوات الألمانية المنتشرة في لتوانيا وصف شتاين ماير العملية العسكرية الروسية بأنها انتهاك للقانون الدولي مضيفا أنه لا يوجد أحد في التاريخ يستطيع أن يبرر ما يحدث في أوكرانيا الآن قالت وجدة الخارجية البريطانية خلال زيارة لها إلى لتوانيا قالت إن الغرب بحاجة للتأكد من عدم وصول أي بنك روسي إلى نظام السوفت البنكي وأكدت أنهم عملوا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومع مجموعة السبع لقطع التمويل عن المؤسسات الروسية إن دول البلطيق لديها الكثير على المحاك لأنها تعيش في ظل العتداء الروسي أولا يجب أن يخسر بوتين في أوكرانيا نساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وتستخدم الآن الأسلحة البريطانية في أوكرانيا ولكن يجب أن نبدو للمزيد ثانيا يجب أن نحتوي على هذا الاعتداء يجب أن نعزز الجناح الشرقي للنيتو وأن نعزز الأمن في أوروبا نحن هنا في منطقة البلطيق وعززنا حضورنا في أستونيا وحلفاؤنا يقودون القوات عبر دول البلطيق أن الاستخبارات البريطانية تعمل مع الجيش التواني لتعزيز أمن الحدود لسيما في الجيب السلوفاكي ونقوم بالعمل معا على الأمن البحاري سنشير فقط إلى هذه الأنباء العجلة كما يعرض لها الزملاء الآن متصلة بالصورة التي تبدو عن يمين الشاشة في محطة الزابوريهيا النووية حيث تحدثت التقارير هذه عملية إطلاق نار على الهواء مباشرة إذن ما كان حاصلا نحاول أن نتوقعه نحاول أن نستشرفه يترجم الآن بصورة على الهواء مباشرة صحيح أن هناك فارقا في استقبال البث ووقوع الحدث لكن ما كنا نقوله في محاولة قراءة ومتابعة الصورة من التخمين يقطع الآن بأنه واقع حقيقي على الأرض بهذه اللقطات التي نتابعها النار مشتعلة في وسط هذه المنطقة من المحطة بينما زخات الرصاص تبدو حاضرة وواضحة بحسب اللقطات التي نتابعها وهذا كما يقولون لعب بالنار الأمور الآن بلغت إلى المستوى الذي تقول فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تطالب بوقف فوري لاستخدام القوة في محيط محطة زابوريهيا النووية في أوكرانيا هذا تصعيد قد يكون استثنائي لأنه ليس مرتبط بتقارير أو إفادات قد تنفى أو قد تعدل فيما بعد لكنها تقارير يقولها مسؤولون محليون في هذه البلدية التي قيلت أن القوات الروسية ذهبت للسيطرة عليها وأتمت سيطرتها لكنه بعد ذلك قال أن اشتباكات جرت وعمليات الاستهداف تأتي بإطلاق نار لمحيط هذه المحطة النووية الآن الصورة على الهواء مباشرة النيران تبدو مشتعلة وإطلاق النار حاضر ونتابعه إذن من كل حدب وصوب لكنه بالأحرى من جهة إلى جهة مقابلة وتبدو الجهة التي تطلق النيران من الجهة الغربية في اتجاه شرق هذه المحطة هذه إذن صورة ينقلها الزملاء على الهواء مباشرة لكاميرا مراقبة على ما يبدو في هذه المحطة محطة زابوريهيا لتوليد الطاقة النووية حقيقة قد تبدو المعلومات شحيحة فيما يخص هذه المحطة عن حجم إنتاجها عن حجم أو عن مساحة الاستخدام التي تخصص هذه المحطة لطبيعة الأغراض ما إذا كانت تعنى بتوليد الطاقة الكهربائية في هذه المنطقة عبر الطاقة النووية أم لا عن ما إذا كانت مستغلة حتى هذه اللحظة عن طبيعة التفاعلات التي تتم داخل هذه المحطة عما إذا كان الاستهداف يعنى بالجسد الذي يبطن هذه المحطة بينما العملية التفاعلية داخل المحطة في مأمن أم لا هذا تصعيد خطير وهذا تطور كبير لأن حقيقة اللقطات نتابعها الآن على الهواء مباشرة لاستهداف محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية وهذا يعني أن هناك حدود الخطر بلغناها إذا كان الحديث على مدار الساعات لـ 72 الماضية ما بين روايات تقول أن هناك من يحاول جر المنطقة إلى حرب النووية وهناك من يرد بالنفي بأننا لا نحن أكثر رشادة من ذلك وإذا كان هناك نية لتجربة صاروخية فإننا نعدل عنها ثم تأتي الرواية المقابلة بأن الكبس على الزر النووي والضغط عليه مسألة مستبعدة تماما ولكم أن تتخيلوا والكلام على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأنه سنطمئنكم الذهاب إلى استخدام الزر النووي هو أمر مستبعد تماما ولا يمكن الحديث بشأنه تماما لكن بعدها وبعدها بأيام أو بعدها بيوم واحد لأن ذروة هذه التصريحات كانت بالأمس اليوم تأتي إذن هذه التقارير مدعمة بهذه الصورة التي كانت قبل قليل والصورة التي اتبثت على الهواء مباشرة من داخل محطة زابوريهيا لتوليد الطاقة النووية